إذا كان الأطفال يراقبون حركات الكبار ويحاولون تكرار إيماءاتهم فإن هذه الطريقة التي أثبتت جدواها في التعلم تنطبق أيضا على طيور الكوكاتو بحسب ما كشفت دراسة في مجلة ساينس وتوصل الباحثون إلى هذه الخلاصة من خلال الدراسة التي أجروها على مستوعبات القمامة في سيدني لتوثيك مثال على التعلم الاجتماعي في مملكة الحيوان بدأ كل شيء عندما صور عالم من المتحف الأسترالي بهاتفه طير كوكاتو وهو يفتح سلة مهملات بمنقاره ومخالبه ليتغذى من محتوياتها وأظهر استطلاع أن الطيور شهدت في هذه الوضعية في ثلاثة أحياء فقط في العام 2018 في حين بلغ عدد الأحياء التي شهدت فيها أربعة وأربعين في نهاية العام 2019 وأكد تحليل أكثر دقة أن التقنية انتشرت أولا في الأحياء المجاورة للمناطق الأولى ثم توسع انتشارها مما أتاح استبعاد فرضية المصادفة وأكد أن الطيور الأخرى استفادت من جهود تلك التي سبقتها في فتح مستوعبات القمامة وتعلمت منها وتنتمي هذه الطيور إلى الفصيلة العامة عينها للببغوات المعروفة بدكائها الكبير وتضيف هذه الدراسة عناصر جديدة إلى القائمة الطويلة من مواهب الكوكاتو ومنها أنها تستطيع حل الألغاز المعقدة أو الرقص على إقاع الموسيقى وتبين قدرتها على التكيف في بيئة حضرية ترجمة نانسي قنقر